بكبسة زر على الكمبيوتر يمكن اقتناء المنتج الذي تريد هذا هو شعار العاملين بهذا المجمع الذي يضم خمسة شركات متخصصة في التجارة الإلكترونية ومقرها العاصمة الجزائرية بعد تجربة حديثة لا تتجاوز عاما واحدا أضحت هذه المؤسسة تستقبل طلبات شراء وبيع وخدمات على مواقعها تتجاوز مئة طلب يوميا كاين 8 ملايين مستعمل الانترنت في الجزائر وهذا يعني سبب آخر يخلينا باش نطمحوا باش نضعفوا النشاط ديالنا وبهذا المستودع تجمع مختلف المنتجات بغية توزيعها إلى الزبائن بمقر إقامتهم لدي شهرين من عندهم يجيبوا لي بكل سارة أربعة أيام الحصول على المستحقات المالية من قبل الزبائن خلال تسليم المنتج بدل البطاقة البنكية من أهم العوائق التي يواجهها التجار في العالم الافتراضي خاصة مع اتساع دائرة التسوق الرقمي في البلاد والتي بدأت تستقطب الجزائريين حسب تقديرات بعض أصحاب المؤسسات حاليا ندير الدفع نقداً لأن البطاقة الدفع البطاقة البنكية للآسف ما عندناش حالياً في الجزائر وتشير تقديرات خبراء إلى أن حجم هذا النمط من التجارة في البلاد لا يتجاوز 200 مليون دولار في حين يتجاوز حجمها عالمياً 1400 مليار دولار واقع يرجعه خبراء إلى تأخر الجزائر في اعتماد نظام بنكي فعال للدفع الإلكتروني ثلاث سنوات أو خمس سنوات المقبلة التجارة الإلكترونية في الجزائر تقارب 8 مليار دولار ولكن هذا بشرط على أن المنظومة البنكية تقوم بتطوير كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني في المقابل تقول السلطات البنكية حسب جمعية البنوك والمؤسسات المالية إنه بحلول السوداس الثاني من العام المقبل سيتم الانتهاء من اعتماد آليات مؤمنة لتوسيع دائرة التسوق والتجارة الإلكترونية عبر مختلف البنوك في البلاد انتعاش وارتفاء رقم أعمال التجارة الإلكترونية في الجزائر إلى الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة هو ما يتوقعه خبراء الاقتصاد لما توفره من مزايا في سرعة الآداء والفاعلية مع ضرورة تعطير هذه التجارة برأي هؤلاء بتشريعات تحمي حقوق المستهلك وتؤمن عملية البيع والشراء والخدمات في الفضاء الإلكتروني محمد جلد الحرة الجزائر